اشترك واضغط على منبه الاشعارات ليتم اعلامك بكل فيديو جديد الافرازات المهبلية البيضة للنساء الحلول والمجربات يلا خلينا ندردش احنا وياكم وتستفيدوا من كل شيء ان شاء الله اني الله يقدرني اذا اخذنا اوراق البابونج واستخدمناها دش مهبلي غسول في مشكلة للنساء انا اخجل اني احكيها على هذه الشاشة او الشاشات كل حمام في كبينة مي لما تخلصوا تديروا المي وتشطفوا بالبربيش او باللي بدكم اياه طيب مين سأل هذا الحوض نضيف ولا مش نضيف كل اياتنا بنشطف لا حياء بالعلم المية مش نضيفة بصير عندك التهابات وبصير عندك التهابات وانت ما بتدري ياريت لو كل شهر نظفته وعقمته وفي مواد بالصيدلية للتعقيم المية بتنزل من فوق الخزان بتنزل على الحمام على التواليت محل ما بتتبولوا وبتشطفوا هاي مشكلة نساءنا بتدخل على الحمام اكثر من مرة وايام الدورة الشهرية بتدخل اربع خمس مرات باليوم ولا عدوها لخمس ست ايام وسبع ايام ونساء عشرة ايام والمية مش نضيفة اللي بتشطف فيها وبتحكي لك من وين ايجتني الالتهابات من جارتي لا منك منك فبالتالي بنكون حارسين امتبهوا للمية اللي بتشطفوا فيها والله بتسبب كثير من المشاكل وفيها كلور يعني تعقيم لكم مش لا الي المية لسائر جسمنا يا اخوان لتنظيف سائر جسمنا فما بالكم بالماء اللي بنشطف فيه خليه يكون ننظيف بالاخص النساء فبالتالي اذا استخدام البابونج ننقعه نغليه نصفيه بشاش وتشطف فيه المرأة او تستخدمه دوش مهبلية جدا رائع وحتى بيمنع الاسوداد وقبل النوم بنرش بودرة اطفال ما لها البودرة بنحطها للاطفال الصغار اللي هي دوب و لحمة ما بالكم بالنساء تستخدم بودرة الاطفال للرجلين قبل النوم و للمناطق الحساسة و الرجال ما لهم فبالتالي اذا اوراق البابونج دوش مهبلي اذا اكليل الجبل اللي هو الروز ماري نغلي وتشطيف للي عندهم التهابات وسيلان مهبلي اصفر وإلو ريحة او ابيض فبالتالي بيستفيدوا من هالخصائص هذه مجربات العجائي الزمان لا كان مطهرات ولا كان غيره ولا كان فيه فوط اللي تطلع على التلفزيونات يعلمو لكم عنها اليوم تعرفوا كيف كانت تستخدم النساء لحياء قبل علم منهم امي وامكم ما حدا يحكي لكم انه احنا على روسنا ريشة احنا بشر مثلنا مثلكم ونعيش ونفطر ونتغدى ونتعشى ابدا وانا امهات وانا جدة وانا كل شيء فبالتالي اسأل الله سبحانه وتعالى انكم تستفيدوا كثيرين او كثيرات او كثيرات من النساء اخواتنا بالوطن العربي مسكينة بتحملوا بتجهد بتسقط اما ما بيحددوا المشكلة لا جرثومة قطط ولا التهابات ولا مشاكل داخلية لكن المجربات زمان كانوا الولادات الداية اللي تولد النساء ما كان مستشفى ولا طبيبة ولا مستشفيات خاصة بالنساء كانت تنصح انه تتناول السفرجل وتحمل وما تسقط صحيح؟ نعم صحيح كتب عنها بكثير من الكتب واداولوها في القرى هذول اهل القرى ما بينسوا لليوم اذا ولد عندهم لوزه او صار عنده التهاب بالبلاعيم ما يروحوا لدكتور يجيبوا البيضة ياخدوا البياض وحطوه على الطحين ويعصروا عليها القليل من الليمون او راس من البصل يشووا يهرسوا يحطوا عليها الطحين وزيت الزيتون وضعوها على الرقبة وكانوا يسحبوا اللوزتين هاي هم اللوزتين يسحبوهم من هون عرق من الايدين وهاتو الاتصال ادرار الحليب للمرضعات اليوم اجانا سؤال من زاخو من اخونا علي ادرار الحليب شرب بذور الشمر او الشمر جدا مفيدة لادرار الحليب الحلبة للمرضعات الحلبة جدا مفيدة لادرار الحليب وبيشبع الطفل وايضا التمر جدا مفيد لادرار الحليب تتناول التمر المرأة اللي بتردع تاخد سبع حبات من التمر تحطهم بالخلاط تصب عليهم كوب من المي وتشغل تشربوا مثل الكوكتيل فبالتالي العدس شربت العدس حليب للاطفال تتناول المرأة قدر صحا او كوبين باليوم فبالتالي بتستفيد بعون الله سبحانه وتعالى شرب منقوع الكراوية جدا مدر للحليب للنساء والغذاء الصحيح طبعا اسأل الله سبحانه وتعالى انا متأسف اليوم على سوء الاتصالات ان كان من المصدر او من اي مكان ثاني لكن عندي عندي نصف دقيقة اذا اسمح لي اخوي المخرج ناس كثيرين عندهم حصر بول لو اخذنا عروق الفول غليناها وشربنا منقوحة على السريع بتروع على التواليت على الحمام بتم التبول فورا هذه مجربات ايام زمان او غلينا الفجل غلينا الفجل بالحليب قطع الفجل واغليه بيكوب من الحليب واشرب على الحمام يبصر عندهم دائما ما بروع على التواليت ودائما عندهم حصر بول فبتبول ان شاء الله مباشرة هذا جنة العشاب هذا خبير العشاب حسن خليفة كل اتحايا لأخونا مركز احمد سلمان برواري في زاخو يسعد مساكيا احمد ويسعد مساكيا علي ابو سام جنة العشاب في البصرة مطلوب وكلاء ومطلوب رعاية هذا البرنامج راح يطلع الاسم على الشريط لرعاية البرنامج ايضا الوكلاء الموزعين منتجات جنة العشاب موقعنا المملكة الاردنية الهاشمية عمان جبل الحسين دوار الداخلية خبير العشاب حسن خليفة روح وسلام الله اشترك واضغط على منبه الاشعارات ليتم اعلامك بكل فيديو جديد اشترك